لما رأتوا الصعيد هل جبتوا لعبة كويسة ابن الصعيد؟ آه جبنا لعبة فيه لعبة استمرت ووصلت ال بوسها كابتن وانلوحطت فترة الناشئين فقط كابتن احنا النادل أهل في التسع سنين اللي اشتغلناهم في قطاع الناشئين كان موجود بدر رجب وبدر رجب ده يعني كان موجود يبيلعب لا بدر ده لي بصمات كتيرة جدا بدر رجب كان مدرب المدرسة بدر رجب أشتر وأحسن مدرب براعم في العالم العربي هنا برضو هتوقف معلش كده بقولي السادة المشاهدين قدي ولادي النادي الأهلي بيتكلم على زميله وهو مش موجود شوفوا بالطريقة اللي بيتكلم بيها أنا مش أحكمه بدري بيعتبر العين اللي هي كانت البداية بوابة اللعب لينا وكنت أخد أنا والكابتن ديارة والكابتن مجد طلبة والكابتن كلهم اللي كانوا شغالين في القطاع الناشئين ناخد بقى نحسن اللعيبة ونشتغل مع اللعيبة يعني هول بيختارلكم في الأساس أه مع أول مدرسة انت عارف كابتن مصطفى اللعيبة دي كلها مش أسماءها اللي يعني كهرباء ده مش اسمه كهرباء تريزي جي مش اسمه تريزي جي آآ بكم مش بكم آآ كل الحاجات دي كان بدر بيألفها من عنده بدر أول ما يخش عليك يقولك انت مثلاً انت بكا خلاص يبقى بكا لدرجة انت عارف عبدالله عيد آآ طبعاً بنا يكرمه بنا بيو الصح من الناس الكويسة أوه في اللي آآ طبعاً عبدالله ده أليم أو مخلص أوي جداً فكان شغال معانا قداري فمرة تعب ورايحين نلعب بطولة في الصين آآ فبدر قال لي من لا يكتب اللذكور قلتولها اكتب أنا اللذكور ما عرفتش هكتب اللذكور من الأسماء ما أنا مش عارف كهرباء اسمه إيه آآ ولا ده ولا بكا ما اسمه إيه ما عرفش أنا الموضوع ده آآ قعدتلتلها بدر انت ملعباتنا حتى يعني هو الوحيد اللي أنا اللي مسميت ريزيجية آآ يمكن هو انت اللي سميت آآ لأنه لأنه كان بيجي يلبس فلنة ريزيجية لكن كل الأسماء لا وطريقته زيد ريزيجية بتاع ديك بفرنسا طبعاً هو كان كمان شبهه كان بيلبس نمرة تسعة وانت عارف الفلنة بيه آآ طبعاً فأطلقنا عالية ريزيجية كهربا بدر هو اللي جننه يعني كهربا جنن بدر فسمى كهربا كنا في النمسا كهربا كم جننه يعني فيه كهربا زيادة في النمسا آآ يا أمه هو سمى كهربا عشان كده أقول له يا ابني انت بتكهرب للدنيا ومر أومر كنا بنلعب في بطولة في النمسا الله يرحمه الكابتن أحمد ماهر كان بي يا سلام كان مدير قطاع من الناس اللي لا لا ده ماله ده الكابتن أحمد ماهر ده توفير وكمان انه يخليك تحتك دولياً لعبنا معاه أكتر بطولات في النمسا دولية مع الكابتن أحمد ماهر كمدير قطاع الحاجة التانية صفور جداً على المدربين وعلى اللاعبين وعلى كل حاجة بتعنيه كويسة أبا وعنيه جميلة وهو شخص الله يرحمه أنا بقى بالحظ الجميل لعبت عشرته هو لعب آآ وكان جاي من نادي الطيران لعبت معاه ومدرب واشتغلت معاه في التدريب آآ حاجة جميلة فحاجة لا الله يرحمه كابتن أحمد ماهر كان شخصية جميلة ومحبوب جداً أوي فروحنا وانت عارف انه ده مخفيف طبعاً ايه وواهر رحنا نلعب في النمسا فبنلعب بطولة قوية فيها الباير وفيها الانتر كنا بنعمل كده كنا بنروح كل سنة بنروح بتلك فرق من قطع النشيين عندنا من نادي الأهل فلما كنا بنروح بالفرق دي كنا بناخد البطولات يمكن انا فاكر من البطولة اللي انا بعتز بيها وكان كابتن أحمد ماهر معايا ساعتها كان مدير قطاع وانا كنت مدير فني الفريق موليد 91 باللعب الباير في الفاينال الديتهم خمسة سفر ما انا مش عاوز أسبق لحديث انا عاوز أسبق بقى لما دخلت النادي الأهل مين اللي شافك وقالك انت هتبقى موجود ضمن النشيين لا انا كاللعب يا قصة لاني ملعبتش في النادي الأهل تقصصك كتير يا قوي عادي قول ملعبتش في النادي الأهل الأول انا رحت النادي اسم القومي القومي الخالدين اه ده ايه قومي الخالدين ده انا كنت راح ألعب مع صحابي اه ده درجة ثالثة ولا ربعة ده ده ماكنش د芋 كان بلعب في الدور النشيين وفي تاريخ ربعة ولا ثالثة اه اه والمهم ان انا رحت فأول ما رحت هناك قلوه لي عشان تت تيجي تلعب في النادي احنا بنلعب مع صحابنا مش هلعب مع الفرقة امدي هنا ماضيت قارفت ان انا تأيدت في الفرقة مروحتش جولي في مباراة المقاولي العرب هيلعبوا المقاولي ده مكانوا فين النادي ده ده في الدراسة كان في الدراسة اللي ما كانوا دلوقتي الشياخة الأزهر والحاجات أيوا أيوا كان الموت لحسين كده على يمين اللي على الشارع أولا كان الأول السور مفتوح فلما لازم تجيب جنة كدت مصطفى لازم تروح ترقس الجنة وتحط الكرة عشان لو شطها هتطلع بره في الشارع هتطلع في الشارع والعربيات تدوس عليها هتجيبوا الكرة من العين السير أنا لقيت معهم موتش واحد على الملعب بوزني خمس كور ضاعوا وبعدين الحاكم وقف لما راحوا اشتروا من الحسين كور لا والله المهم فروحنا لعب الماولين فكسبونا ثلاثة واحدة ما كنتش عارف حد في الفرقة خالص فرت أول يوم أنا ما رحتش ألال مطش حتى ما كنش بتتمرن ولا أي حاج خالص أنا ما قالوا لي في مطش النهار دا أنا مش عارف أسماء اللي معي فبسنتر انت لقيت أنا فاكر أن أنا هلعب في الشارع يعني فكله كان عامل ضغط فرقة الماولين فرقة ضعيفة بيلعبوا فرقة ضعيفة فكلهم ستة كده وقفين عشان أنت هترجع الكرة ورها هيجرى عليك فأنا خدت الكرة وقدمت ورقصت وفي أول الثانية قمت جاب جود دا كانوا كرة كبيرة آآ ملعب حداشر لقيت صعوبة بعد ما كنت لعب كرة شارع في الشارع وتتحكم في الكرة لقيت صعوبة في ملعبت بالكرة الكبيرة ما هي الكرة الصغيرة دي هي اللي بتدي المهارة دي دا الفوتورق تتحكم في الكرة دا الفوتورق الحقيقي اللاعيب يعني انت لما تتحكم في كرة صغيرة شراب هتتحكم في الأكبر أكيد وهتبقى مهارتك وحسيتك أعلى يعني اللعبة كرة شراب في الشرع ده بيدي مهارة عالية جدا للعبة وكلما كرة بتصغر ليه منطقة القهارة عندهم مهارة أكتر من بتاع القهارة لأنه كنوا بيلعبوا بالكور الأصغر كويش اللي هي الزغيرة أما هو الإسماعيلية أه في إسماعيلية فمهاريين علشان كنوا بيلعبوا بكرة أصغر كتير فكون لما الكرة تصغر كلما التحكم والفكر والتوافق فكرك بيبقى سابق تقدر تتحكم فيه ده اللي احنا بنمرنه اللعيبة بالفوتورك يعني لما بنجيبهم عندهم بنجيب لهم مقاس ثلاثة الاول وبعدين مقاس اربعة وبعدين مقاس خمسة في البداية يعني فبتعلمهم المهارة دي فانا جي رحت فالمقاولين كان عايزني فالمدرب قال عندنا الاهل المرشي الجاي يلعب وبعدين نشوف رحت لقابته قدام الاهل احنا اتغلبنا في المولين ثلاثة واحد لكن مع الاهل اتغلبنا عشرة واحد بس انا جبت الجن هنا وجبت الجن هنا انت هتدفل بطولة فالمهم ان انا رحت مين بقى اللي شوفك من النادي الاهلي ولا كتاز تبقى موجود معنا كانت كابتن مفت براهيم رحمة الله عليه هو اللي ماسك فرقة الاهل كان تحت كم سنة كان تحت الخمستاشر وانت كان سنك كم سنة يعني خمستاشر كنا بنلعب كان ساعتها القانون بيقول انك انت فوق خمستاشر تلعب تحت ستاشر اه وكمان بعد شهر عشر اه اه كان مش سنة ايو 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 فانا كنت بلعب مع الفرقة الاصغر يعني يعني مش الاصغر في حدودي الصح يعني اختروك من يتكلمك وقالك اشتروني اشتروك من النادي ده اشتروك رقم علامة كم؟ يعني طاق مثل النادي حلو كده للفرقة وطاقم كور حلو بيعوضوه مع الكور راحت صلاح سالم دي اه ما ذكر رقم علامة يا كبت المصطفى يعني لما تاخد الف جنيه وطاقم كور وطاقم ده النادي اللي خد الالف جنيه النادي الاهلي اه النادي خد الالف جنيه اه وطاقم تشورتات ولبس بقى يعني والكور القديم انت ايو 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 يعني زي دعم كده فقدوهم بقى لتقو اه تأمين ولا حاجة اللهم كنتوا لنتوا بتلعبوا بيهم ده سنة كم ده يا عادل الكلام ده كان سنة 84 84 اه فروحت اه 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 موسم 84-85 الكابت المفتي اللي شافك الكابتن الكابتن فتحي اللي كان بيلعبنا وبعدين الكابتن مفتي مشي الكابتن فتحي بتحيالي تلع مع الكابتن جهر الفريق الاول وبعدين جي الكابتن المفتي اشتروني اشتراني بقى الكابتن مصطفى حسين رحمة الله عليه رحمة الله عليه ده أمونا كلنا ده وده لازم يدرس طبعاً كابتن مصطفى حسيني يا سلام لازم يدرس لأنه عمل حاجات أبو الأجبال لأنه عمل حاجات زمان دلوقتي بتتعمل في أوروبا دي حقيقة دي حقيقة دي حقيقة